إخواني أخواتي أخواتي أخوتي أنساتي سيداتي ساداتي أستسمح سأكرر التسجيل لأنه كما كيقوله منهار لماشي سعيد وخات سميهم سعود اليوم الذي لم يكن سعيد ولو سميته مسعودا حاولت تسجيل فيديو إلا أنه الصوت ردي ومنعادم لهذا قررت أن أعيد تسجيل هذا الفيديو الذي أتيت فيه ببعض تواريخ لأصحح تاريخ انطلاق ما يسمى بانتفاضة أبناء صحراء المغربية وكذلك تاريخ احتلال أو تقسيم المغرب أو أفريقيا كلها للدول المستعمرة الأوروبية قلت أن هناك في سنة 1476 إسبانيا احتلت سواحل الصحراء تصدى لهم السلطان أحد السلاطين المغرب أحد الملوك السعديين المغربي 1527 1727 انسحب الهولنديون من الصحراء لصالح الفرنسيين 1884 إلى 1835 أقبل الإسبان بالتدرج إلى الصحراء وفرض الحماية عليها الصحراء المغربية وفرض الحماية عليها 1888 مؤتمر بيرلين عقدته عقدته الدول الاستعمارية الأوروبية لتقسيم القارة الأفريقية 1888 عقدته الدول الاستعمارية الأوروبية المؤتمر في بيرلين باشي قسمه أفريقيا 1905 وقعت فرنسا وإسبانيا اتفاق قانسيريان لتقاسم الصحراء المغربية فرنسا شنجيت إسبانيا شمال جويرة لتأخذ فرنسا شنجيت أي موريطانيا ولتأخذ إسبانيا شمال جويرة إلما إلي منطقة الإطباع مران جزء من الإطباع مران ليس إطباع مران كلها وسنجد جزء من إطباع مران لأنهű كان الساحل كان الساحل يتم بإطباع مران حسن الأول من الاتغاء المغربية جابوا له واحد النجا ضعيفة واسمتوا جابوا هذه صبوية منطقة تيتبع عمران الموالية جنوب جنوب سيدي إثني وأتوه أهل الساحل بنقاء سمينة ونقية فقال لهم لمن هذه ولمن هذه لهذا يا قالوا هذه لأهل أتوه أمران الساحل والأخرى لأتوه أمران الآخرين فقال فعفى صبوية من الجيزية والخراج وفرضها على أهل الساحل وسمها قبيلة الساحل بالساحل قلت هنا أتوه أمران القويرة حتى أتوه أمران 1906 قد الشيخ مع العينين وفودا من شنغيتس أي موريطانيا وبقية شمال الصحراء للقاء مليعبد العزيز بن الحسن الأول من أجل دعمهم لمقاومة الاستعمار الفرنسي والإسباني فأرسل معهم وصفت معهم ولد عمه مولايدريس لتنظيم جيوش المقاومة ضد فرنسا في موريطانيا 1908 سقطت سقطت مدينة أطار عاصمة منطقة أدريال شمال موريطانيا في الشمال الموريطاني وتجهت القوات الفرنسية نحو مراكش بالمغرب بينما ترابط قوات إسبانيا نحو شواطئ الصحراء المغربية 1910 انتقل الشيخ ماء العيني من مدينة تصمارا نحو تيزنيت ومنها توفية في نوفمبر من نفس السنة من 1910 وذوفينا في تيزنيت الضريح ها هو هنا وفي كل شهر غشت كل سنة هناك موسم تتباح الدبائح يأتوا أهل ماء العينين كلهم ويحتفلون بموسم الشيخ ماء العينين قلت 30 مارس من نفس السنة وقعت 1912 واتفقت فرنسو إسبانيا يوم 20 فبراير على رسم الحدود الصحراء واقتسام المغرب 1912 وهي فاشدقلات فرنسو البدر بضاء 30 مارس من نفس السنة وقعت معاهدة فاش بين السلطان ها في اندخلات بين السلطان ملاعب الحافظ والفرنسيين التي دخل المغرب بموجيبها موجيب هذا الاتفاق دخل المغرب تحت الحماية الفرنسية وهنا رفضها الشيخ حمد الهيبة وقادي جيوش حتى المراكش ثم التهرز واعلان سلطانا على البلاد نفسه سلطانا على البلاد 1932 هذه غادي نقول غير بعض النقاط ما غاديش ندخل التفاصيل وقعت معركات أم التونسي قرب مواكشوت 1934 قمت إسبانيا أول تقنع أسخرية لها بمدينة العيون 1956 فبراير انطلق جيش تحرير اجتمعت قبائل صحراويين في أمشكاك بين العيون لتحديد لما وقف بيدعوه محمد الغضف بن الشيخ مع العينين فيه شيخ 501 قلت 57 نجحت قوات جيش تحرير في تحرير سمارة هذا شيء مغرس وأوسرد ووصلت إلى أدرار في شمال موريطانيا وقعت اتفاق إسبانيا فرنسي لمواجهة جيش تحرير 1958 توغل جيش تحرير في العديد من المناطق هنا شنت فرنسا وإسبانيا هجوم يسمى المكنسع لتصفية جيش تحرير فبراير 58 توقيع اتفاقية سنت 19 في البرتغال التي اعتبرت منطقة الساقية الحمراء وود الدهاب وحدة ترابية واحدة خاضعة لسلطة الإسبان 1961 صنفت أعلنت إسبانيا أن الصحراء محافظة إسبانيا 63 أم المنتهدة اعتبرت الصحراء لا تخدع للحكم الذاتي وينطبق عليها ما يسمى بتصفية الاستعمار ها فين كانت ها دي فاش كانت تصفية الاستعمار الإسباني 63 لتوستين حرب الرمال لتوستين حرب الرمال لتوستين حرب الرمال الأمم المتحدة قد صدروا هذا القرار إكس إكس إي ألفين واثنين وسبعين يتطلب إسبانيا بإنهاء استعمارها للصحراء ستوستين ناقشت الدورة اثنين وعشرين للأمم المتحدة قضيات قضيات تقدم بها كل من إسبانيا والمغرب ومريطانيا أن الصحراء جزء منها سبعة وستين بدأت إسبانيا استخراج الفصفات انشأت انشأت الجمعية الصحراوية هذه الجمعية الصحراوية اللي كان اخطرين السيد سعيد الجماني قيمت تلها في البرلمان الإسباني في الجزائر وفي نفس سنة سبعة وستين عرضت فرنسا الجزائر تقسم الصحراوية مع المغرب ورفض ورفض الجزائر تسعود وستين سحبت من سيد إفني حيث انسحبت بدون طرفها في الخمسينات ما بين ستاو خمسين وثمانية وخمسين مثل تقلت سبعة وسبعين مؤتمر القمة العربية هناك الطفل هو ريبونديا لأن قال فيه الجزائر لا مطام علىها في الصحراء لا من فوق أرضها ولا من تحته ولهذا بقى قيصحب له بأن المغرب سيخوض معركة مع إسبانيا ولما استرجعنا قلت سبعين سي الأخ المحجوم السلك لقل 71 فشخن ماشي 72 وبين 71 و 72 راه المغرب عنده واحد العدد الضغوطات على الدولة من طبيعة الحالة هذه كانت تسمى سنوات الرصاص منذ الاستقلال والتجذبات السياسية والتناطحات والمعارك ما بين السياسيين ما غنقولش جيش تحرير لا أقول جيش تحرير لا السياسيين لأن هناك حزب يريد أن يسيطر أن يهيمين ثم تبلقنا وتشتات وخرج منه أحزاب هناك من يعارض وهناك من يشي بالكاذيم إلى العائلة الملاكية وهناك من يريد أن يسيطر وقع واحد لهذا هناك إلى الأمام في الستينيات هناك ضربة 65 هناك هناك اغتيال عباس المساعد اغتيال الشيخ العراب اغتيال واحد العدد للزعامة نافئ هروب العدد منهم من هذا الناس الوطني يقولون أنهم وطنيون هناك من تمرد على الدولة وهناك محاولة انقلاب في 71 دي القصر الصخيرات وطرت فيها القدافي وجزائر طرتوا لأنهم يريدون أن يكون المغرب تحت حكم عسكري نجان الله حفظنا الله وحفظنا مولانا المنصور بالله والعائلة الملكية كلها الله يحفظنا من حكم هذو الناس لأنه كان حكم كثير من سوريا وكثير من العراق وكثير من اليمن وكثير من ليبيا وكثير من وكثير من وحدين واخرين لا يصل لمغرب هذا النماء وهذا الروق الذي يصل لهذا والحمد الله قلت في هذه الفترة لا يريدون مظاهرات لأن كانوا تلاميذ وطلبة أذكية لا يريدون هذا القضية لأنه 71 و 71 لا يجلون لعند البصري ولا لم يكن المجتمع المدني الذي يهضر عليها ولد السلك لم يكن المجتمع لم يكن الجماعات المحلية ما كانتش عندهم لا بريوريتي ما عندهمش الصلاحية يسيروا البلاد كانوا تحت المضلة ديال الكثير هي وزارة الداخلية والبطاقة ما كانش البطاقة الوطنية حيث الأخي سير قال لي البطاقة الوطنية كانت بطاقة رمادية بحل البطاقة الرمادية تعطيها وزارة الداخلية بطاقة تعريف بقي عندي ولكن محيد لها الصورة وبقي هذا المغرب في واحد العادات ديال المشاكل وديك ساعة الدولة واش تقبلك ما يمكن نزلو عندكم ما طلقتوش لربط وما نزلو عندكم من اللي كانوا مظاهرات نزلو الصدر لأن سينور ما لديك ساعة ما كيعرف حتى واحد إلا الترونة ما كيعرف شي شي إلا جيت تقتلني غا نقتلك من اللي كان ينقيل باللول وجات تابع وكينور رواين ديك ساعة ما خص تكون روح مع رألو كون ماشي هادك القبض من حديد اللي كانت فهديك وفي واحد وثمانين وفي واحد العدد ديال المسائيل لو كون غدين لهوية الله يحفظ البلاد ديالنا قلت هديك البرحالة هبطوا عندكم معصوا شي وحدين شي وحدين حكموا ومفقادير والباقي هرب وعليش هربوا عند القدافي القدافي هو شرق ما يسمى بالبوليزاريو وتدخلو وتتخطفو الناس ما لهم علاقة خطفتو شوافر في الطنطن خطفتو واحد العادد ديال اللي باشر في الطاطا خطف دخلت المحميد أنا في المحميد ديك ساعة وماد ديوالو خرب قطوة ما جري عليكم عسكري واحد واحد عسكري اللي جري عليكم جسي جاغير جندي واحد من الجيش المالكي اللي جري عليكم وغربتو واحد جا غير عطلة المحميد وقلع السلاح للقيد ما بغش للقيد قاع يعطي السلاح ونزل القرنة ديال المحميد في الواد في الشروايد الطيوطة اللي فيها البيتيب قتل اللي يفوق من البيتيب ونزل الشي فوربا يهرب الاخرين وهذا الشي حضرت له أنا عام ثمانين عام ثمانين عام ثمانين واحد وثمانين في محميد الغيز الآن إذا هادشي قوله أنا ولده احنا ولد جيش تحرر كلنا نوضن حيحوه كلنا ولد جيش تحرر ولد شهداء كلنا ما استفدناش من الريع ما بغناش الريع ها نعود نحن نفديه بلا ريع بلا عجر باركة قدحك كديره ده السيد غاده نظرف سياسة ونظرف التقاف ونظرف وخانا ما كان ماشي السياسة ولكن هنم السيتيليا بلادي وسيتيليا وطني تلاته دنسئ إلا فيهم خط أحبار الله الوطن المالك الى قصتي هم ما غاديش نسبوتي ده الشي لي باش علمني الله غادي نقولو شي حاجة اخرى انت علم شي غابت عنكي اشياء او انا ماشي باشي نساد ماشي في مستوى الأساتي دا ما شف المستوى السياسة ما شف انا واحد انسان بسيط موظف صغير متقاعد كان اكل طريف دلخوبز عايش هاني الله ينصر صيدنا والله يعاون الجيش ديالنا لمربط في الحدود ديالنا عصر ليلو نهار واللي يجاب شي شر المغرب الله يرضو فيه اللهم اللهم رجع كيدا هم في نحورهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين احنا كل نخد انا الانسانية اسبق من كل شيء السلام عليكم ورحمة الله